أكرم قال كلام طمن شوية قال أنا كل الأربط عندي سليمة الغضروف سليم هو بس الرباط يعني الرباط صليم وهو الرباط الأمامي مش الخالفي فيعني أو هو الصليم كان حريص أنه يروح يزور اللعيبة ويقابل الجهاز ما هذا لسه كنت عايز أقول لك اللي يطمنك على هذا الشاب الحديدي أنك تشوف معنوياته عاملة إزاي إيمان جبار بالقضاء والقدر شوف الابتسامة الحلوة زي ما يكون هو اللي بيطمنهم زميله والجهاز كله بيستقبله بالأحضان يعني هو شخصية جميلة جدا يعني بخته بإني لا يكون كويس مش وحش ويرجع أحسن من الأول لكن جات له في توقيت كان العالم كله ينظر إليه صحيح الناس كلها اهتمت أنها تدعم أكرم توفي وكان الدعم الحقيقة اللي له معنا الكابتن أحمد فاتحي لأن أحمد فاتحي واحد من أبناء هذه المنطقة الباكرايت واحد من الأكرم توفي الناس شبهته به أحمد فاتحي حرص على دعم أكرم توفي ونشوف قال له إيه أحمد باكرايت فتحس بالإحساس اللي حس بيه أكرم ومركزك ومكانك في المنتخب في البداية كده تحب توجه رسالة لأكرم توفيق اللي جاي بكرا مصر لا أنا أكرم طبعا من الشخصيات اللي أنا المحباه جدا وهو كان في الأهلي معايا كنت دايما أكلمه عشان هو أصلا مكتهد من اللعيب راجل ما بيهزرش في التمرين حتى في المتشات كده هو التمرين بتاع هذا المتش يعني هو شبه شوية عشان أنا كده أنا لا أهزر في التمرين ولا أهزر في المتشات كنت دايما أكلمه وأنصحه على طول وهو من الشخصيات الجميلة اللي بتتقبل لكن عايزة أقوله قد الله ما شاء فعل في الأخر ده نصيب والإصابات دايما بواردة لعيب الكرة خلاص الإصابة حصلت وهو يفكر إيجابي اللي هو إن شاء الله يرجع حسن من الأول وإن شاء الله يرجع حسن من الأول وديه أهم حاجة أهم حاجة يعمل العملية وإن شاء الله يكون سليمة ديه أهم حاجة وبعد كده يبدأ التأهيل وحدة وحدة ونصيحتي ما يستعجلش ما يعملش زي دايما فأنا عملت خمس عمليات كنت دايما مستعجل آخر جملة دي هي الجملة اللي يجب أن نتوقف عندها ما تستعجلش أنا عملت عمليات فلما واحد بقيمة الكابتن أحمد فاتحي بمجهوده لحد النهاردة ده معناه أنه يقدر يرجع من العمليات على هذه الحالة البدنية والفنية المتميزة بس ما تستعجلش وأنا يعني أرغم مش هو بس أي إصابة لا يجب التعجل فيها بسيطة